نازح أو لاجئ كل ثانيتين خلال السنة الماضية بسبب الحروب حول العالم بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أكثر من 68 مليون ونصف المليون شخص أجبروا على مغادرة منازلهم هربا من الصراعات والاضطهاد رقم يتجاوز ما سجلت المفوضية نفسها في السنة السابقة بنحو ثلاثة ملايين شخص اللاجئون إلى بلاد أخرى بلغت أعدادهم أكثر من 25 مليون لاجئ يأتي هؤلاء من خمسة بلدان فقط هي السوريا وأفغانستان وجنوب السودان ومينمار والسومال أما عن وجهتهم الرئيسة فهي بالطبع أوروبا وأمريكا ورغم أن تركيا تظل متصدرة دول العالم الأكثر استضافة للاجئين إلا أن الاتحاد الأوروبي يشهد أزمات باتت تعصف بالعلاقات بين الدول الاتحاد الأوروبي المؤيدة لاستقبال المهاجرين وتلك الرافضة لاستقبالهم بل وحتى داخل الحكومات الأوروبية نفسها ففي ألمانيا مثلا تهدد الأزمة بانهيار الائتلاف الحاكم فيها بعدما هدد وزير الداخلية هورست سيهوفر بإغلاق حدود ألمانيا أمام تدفق اللاجئين اعتبارا من شهر تموز إذا لم يتم التوصل لاتفاقات مع الشركاء الأوروبيين تهديد رفضته المستشارة إنجيلان ميركر شركته في الاتلاف الحاكم وأكرت على ضرورة عدم إغلاق الحدود أمام الطالبين اللجوء حتى في حال الفشل على المستوى الأوروبي وعلى الجانب الغربي من المحيط الأطلسي غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهاجما موقف المستشارة الألمانية ومعلن أنه لا يريد لأمريكا أن تكون خيمة للمهاجرين كما يحصل الآن في أوروبا ناسيا أو ربما متناسيا انتقادات منظمة العفو الدولية لسياسة واشنطن في الفصل القصري لأطفال المهاجرين عن ذويهم معتبرة ذلك بمثابة عمليات تعذيب يجرمها القانون الدولي وحتى الأمريكي نفسه رغم ذلك تبقى قضية اللاجئين في انتظار ما ستسفر عنه القمة الأوروبية نهاية شهر حزيران الحالي وسط توقعات بمحاولات أوروبية لحل الأزمة عبر إنشاء معسكرات للاجئين بعيدا عن القارة الأوروبية فهل ينجح الغرب في إبعاد شبح أزمة صنعها هو بسياساته في العالم؟